صباح الخير الحمد لله النهاردة انا احسن كتير الحمد لله بصراحة كنت قلقانة جدا لاني الواحد محتاج صحته ونشاطه عشان يخلص الشغل اللي وعشان نستعد للسفر ولاحظت ان في فيديوهات كتير وفيه سور كتير اللي بيبقى شكلي فيها مختلف وسبب بسيط خالص انه بيبقى وشي منفخ ودي حاجة بتحصل لناس كتير قوي مننا عادة بيبقى الصبح من بعد ما بنصحى من النوم وشينا الشكل الغريب اللي بيبقى فيه ده من اختزان السوائل وانا كمان عندي حاجة كمان بتخلي وشي ينفخ وجزني ينفخ وجيوبي الانفية كمان واللي مش عارفين احنا عندنا جيوب اانفية كتيرة قوي عندنا هنا وعندنا هنا وكل الحتة الدية فطبعا لما جدا كله يبقى بيبقى الواحد شكله مختلف فافتكرت ان انا عندي الجيد رولر اعتقد دلوقتي بقت في المحلات وطبعا بيقولك ده من حجر معين ده مش عارف ايه الخصائص اللي بتشفي من ايه للحجر والكلام ده انا بصراحة يعني ما بدقش قوي على الكلام ده لكن هو الحركة بتاعتها والسقوعية وانا انها بتبقى بردة بتريح الجسم كتير قوي 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 في الايام اللي بيبقى عندي وقت شوية بعملها الصبح طبعا في الايام اللي مفيش وقت ان انا اعمل الحاجات دي طبعا خلص يعني بنكنسلها مفيش مشكلة مش عارف اذا كنتوا تعرفوا ولا لأ ان احنا في الغرب اليومين دول بنستعد للفالنتاين تاريخ الفالنتاين في مصر وفي الدول العربية مختلف عن تاريخه في الدول الغربية في الغرب بيحتفلوا في 14 فبراير وطبعا في مصر في الوقت اللي هو اعتقد في نوفمبر تقريبا هتلاقي بقى بردو الدباديب والورد والبستات بتاعت مين هيحتفل بالفالنتاين ومين مش عارف ايه نفس الوضع هنا هو هتلاقي كل المحلات مليانة ورد ودباديب وشوكولت والكلام ده وده فكرني بالفيلم لما هند صبري بتقول عايزة ورد يا ابراهيم وبقت ميم واضحوكة بتكتب عايزة ورد يا ابراهيم انا واحدة من الناس ماينفعش حد يجيبلي ورد لان انا عندي حساسية جديدة جدا من الازهار ومن حبوب اللقاح والكلام ده انا فكرة وانا كنت بنائي البوكي بتاع الورد بتاع فرحي والورد اللي حيتحط على الترابيزات والحاجات دي واحنا وقفين في الفلورست شاب ابتدت الحساسية تظهر وابتدت بقى ايه حهرش والكلام ده وكان ساعيت اعتقد معايا اخويا واخو جوزي والراجل قال لي طب انا هعمل ايه اجيبلك ورد بلاستيك قلت له لأ الورد اعتقد اللي ما بيعمليش حساسية هو الورد البلدي بتاعنا والقرنفل قال لي اختارتي ارخص انواع الورد عشان يبقى البوكي بتاعي قلت له اه والبوكي بتاعي كان احمر ورد بلدي وابيض ورنفل ابيض تقليدي خالص خالص رخيص قوي 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 لانه يعني ما تكلفش حاجة خالص بس ده الحاجة الوحيدة اللي كانت ما بتعمليش حساسية واعتقد ان الورد اللي كان على الترابيزات هو كان القرنفل الابيض لانه برضو ما كانش بيعملي حساسية فلانا بحب الورد ولا تهدأ يعني انا بحب الورد جدا جدا بس ما محبش لاقطفه ولا اشمه ولا قرب نحيته ولا حد يجبهولي هدئة فخلاص ارتحنا من الورد بس هل فالنتاين هو اليوم الوحيد اللي في حياتنا اللي نحتفل فيه بالحب طبعا بقى دلوقتي كل المشايخ هيجهزوا الخطب العصماء ان فالنتاين ده كان راهب او اسيس او راجل فاسق بيحب يعني يحب البنات والزنا والكلام ده ودي الحاجات اللي كنا بنوعد نسمعها وان هو احتفال وسني او احتفال ما ما يصحش ان احنا نحتفل به والكلام ده انا ما بحبش ااخد الكلام كده وخلاص لان بصراحة سهل جدا جدا ان احنا نتحقق من الكلام ده بيتقال صحة ولا غلط فجوجل سرش بسيط الكلام ده انا عملته من زمان بس انا بقوله لكم جوجل سرش بسيط اولا الكلام ده ما حصلش في الوسانية حصل في بعد المسيحية وكان فيه امبراطور روماني كان داخل في حروب ففي السنوات اللي كان داخل في الحروب فيها منع الجواز اصدر فرامان حرم الجواز ليه؟ عشان سببين ان الرجالة يتفرغوا للحرب ثانيا ان الرجالة ما يحسوش ان هم مرتبطين طبعا بزوجة والزواج ده طبعا هيقود لاطفال والكلام ده مرتبطين بزوجاتهم فيبقوا جبنة في الحرب كل واحد خايف على حياته فلما يحرم الجواز الرجالة حيروحوا بقى ايه يحربوا ويفتحوا المدن ويبقوا القوة الجبارة اللي هو كان نفسه فيها كان فيه بريست اسيس اسمه فالانتاين كان بيجوز الحبيبة في السر فطبعا لما تقفش ولما تعرف اتحبس ولما اتحبس كانت بطلع تفعليه بنت السجان فطبعا نشأت بينهم علاقة لطيفة حب بنورز بنزانة وكان بيكتب لها جوابات وكان بيوقع من فالانتاين من فالانتاينك فعشان كده الكروت بتاعد watched of the valentine from your valentine let me be your valentine who will be my valentine كل الكلام ده فادي البداية هو الراجل لكان بيحب الحاجات المحرمة ولا بيشجع الحاجات المحرمة ولا بيعمل الحاجات المحرمة ولا حاجة وانه هو ما كانش عيد وسني لانه هو حصل بعد الميلاد سنة 270 بعد الميلاد مش قبل الميلاد فما يبقاش وسني والراجل كان بيحارب امبراطور غليز القلب فضيع وحش جدا بس ايا كان خلص هي دي القصة بس يعني اتليست نعرف اصول القصة ما ناخدش اي كلام بيتقلنا كده وخلاص حتى كلامي انا لما تتشككوا في حاجة انا بقولها روحوا دوروا انا مش ام العريف انا مش عارفة كل حاجة روحوا دوروا وسهل جدا ان انتوا تدوروا زي ما بتدعبسوا على لون الاشارب اللي يليق على دواء وزي ما بتدعبسوا على الوصفات الاكل وزي ما بتدعبسوا على مش عارف ايه روحوا دوروا على المعلومات واعرفوا وتحققوا من الكلام ده بيتقال ولا لا اللي بيتقال حقيقي ولا لا فخلص قدينا هون عرفنا قصة البالنتاين نحتفل بيه بقى ولا لا انا واحدة من الناس بحتفل بيه بشكل تاني لانه يوم عيد ميلاد ابنه فبقى عيد ميلاد ابني خلص بس حتى قبل ما يبقى عندي ابني انا وجوزي قررنا ان يكون لنا عيد الحب بتاعنا ودي فكرة انا بقولها لكم عشان تعملوها الحب ده حالة خاصة اوي حالة ما بين اتنين لازم يكون جاي من حياتهم لاتنين مع بعض من ذكرياتهم مع بعض اختاروا تاريخ لقى دلالة معينة في حياتكم بعيدا عن عيد جوازنا ويوم كتب كتبنا والكلام ده ممكن يكون يوم خطبتكم ممكن يكون يوم معين مس الحاجة معينة ليكم الحاجة التانية ادي ادي اهو خلصنا من اليوم خلاص يا سيدي مش حندخل في حرمانية ومش حندخل في مشاكل تخص العقيدة ونحتفل بايه وما نحتفلش بايه احنا هنعمل يوم ايدي الحب بتاعنا احنا بس طيب احتفال بقى بالرومانسية ازاي طبعا احنا اتعلمنا الرومانسية من الروايات ومن السانمة والافلام وما تفهمونيش غلط انا اعشق الافلام جدا وبحب السانمة جدا وبنروح السانمة كتير قوي قوي لانها من اسهل وابسط الخروجات اللي ممكن نروحها وبيبقى يوم لطيف وبتاخد ساعتين تلاتة من وقتنا وبنحس بالتغيير وانا كمان بحب قاعدة السانمة بحب الظلمة بحب المؤسرات الصوتية بحب الحاجات دي كلها لكن السانمة فانتسي يعني خيال حتى ولو هي سانمة واقعية يعني واخد قصة حقيقية لازم تضيف عليها التحبيش بتاعتها فنيجي بقى للرومانسية تخيلوا كده بقى ايه مشهد لطيف في الفيلم الست مثلا قاعدة في المطبخ بتخبز مثلا يدخل عليها جوزها ويعود ويلعبوا بالدقيق والكلام ده بذمتك جوزك لو دخل المطبخ وقاعد يعمل الدقيق ده هتبقي حاسة كده بالرومانسية وطايرة وسعيدة وفرشات وهيام وحنان وحاجات زي كده لا طبعا هتلمي ده ازاي ده هيدخل في كل حتة تحت تبهدل الدنيا او مثلا مشهد تاني لطيف قوي مخدات ريش وثير جميل وقاعدين عمالين بقى نضرب بعضه والمخدات تفتح والريش يطير في كل الدنيا اولا عايز اقول لكم ان انا بكره مخدات الريش دايما ريحتها بتبقى وحشة الحاجة التانية بيجيبوها ان هم يعاني بينتفوا الوز الابيض ده وهو صاحي وحقيقي وبينتفوا من صدره مرة ومرة 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 فده عذاب انا مش هبقى جزء من من منظومة بتعذب كائن حي بالشكل ده الحاجة التانية بقى المرتين اللي انا لمت فيهم على مخدات ريش حقيقي فعلا فقطيل غالي وكل حاجة كان جالي كوابيس ما اقولكوش يمكن تكون نفسيا مني ان عادي يعني مخدات ريش ما بتعملش حاجة بس نفسيا لأ ما كنتش قادرة خالص ان انا انا انام وقررت ان لا يعني انا مهما حصل وتاني مرة طلبت من القوتيل انهم يغيرول المخدات ويجبولي مخدات مش ريش خاص يعني فتخيلوا كده بقى مشهد بقى جميل والإضاءة والتصوير والمؤثرات بقى التصويرية مع المزيكة مع الممثلة الحلوة والممثلة الحلو والريش يا سلام ده ينفع يتعمل في الحقيقة لأ طبعا لأ طبعا الحاجة التانية بقى إنه شايلها بقى وقعدة ما يلف بيها في واحدة فينا حتى مهما كانت رفيعة يقدر جوزها يشيلها كده ويقعد يلف بيها والكلام ده ده عشان المشاهد دي تتعامل في جيش جرار من الفنيين ومن المخرج ومساعدين المخرج وبيعلموها وبيتعامل الشط 500 مرة عشان يلقت صح المشهد الصح ويوصل الرسالة اللي هو عايزها طيب يعني نعمل ايه؟ يعني يعني لا فيه ريش ولا فيه دقيق ولا فيه ورد ولا فيه أي حاجة مفيش مظاهر مظاهر رومانسية لا فيه الحب بيحتاج كل الحواس العين الودن الشم اللمس فاحتفالنا لازم يعني يداعب كل الحواس دي العين نحن نبقى شكلنا حلو وجميل ممكن يكون فيه حاجة زيادة شوية تتعمل عشان هذا الاحتفال نبقى لما جوازاتنا يبصلنا نصر ناظريهم ولما احنا نبصلهم منشوفش واحد مقرف واعيدلي بملابسه الداخلية ومنظره قذر وقميء ومنكوجه والكلام دو فقادي العين والعين لسه كمان يعني يبقى فيه زينة وحاجات حلوة اه ماشي اوكي اللون الاحمر لون الحب اه مش مشكلة بالعكس يعني ده لون الحياة ولون القلب ولون لون جميل كده أنا شخصيا من عشاق الاحمر جدا يعني لو خيروني ان ما فيش غير لون واحد البسه في حياتي هاختار الاحمر واتحيل عليهم انهم يدوني الاخضر كمان طيب وعملنا اه اللي قلت بتاعتي اه وعملنا سيتب اه حلو وجميل و اه ومكان لطيف و وكل الحاجات دي وبلالين من غير بقى من وسخ ولا نعود بقى نعمل الورد بقى والكلام ده هو وبعدين الريحة ريحة حلوة برفان الشموة ممكن تكون شموة بتعمل ريحة حلوة اه الاكل كمان بيدي ريحة حلوة الورد معمول عشان المنظر الحلوة الريحة الحلوة الشوكولت الشوكولت عشان الطعم وحاسة التدوق ان احنا ناكل حاجة حلوة نشرب حاجة جميلة ناكل اكل لطيف طبعا التوتش دي حاجة تانية بالتوتش الناعم والتوتش اللي مش ناعم وهكذا احنا ممكن نحتفل بطريقتنا وبأسلوبنا ومش لازم ان كل ست تستنى لما جوزها يفتكر اه دا بينسى تاريخ ميلادي دا بينسى مش عارف ايه انا عايز اقول لكم انا واحدة ست واحيانا بنسى حاجات عادي واحيانا بفتكر ان النهاردة تاريخ وهو تاريخ تاني واحيانا ابقى فاكرة مثلا انبارح قادة النهاردة يوم كذا هنحتفل بكذا واصحة تاني يوم وادخل في معترك الحياة وانت فانا الست الرومانسية مفروض في العلاقة وبانسى الحاجات دية فانفكر بعض انت عادي جدا اعملي انت الاحتفال ما تستنيش لما هو يحتفل بك احتفلي انت بكو اعملي ستاب اعملي حاجة بسيطة اعملي كيكة بسيطة واتسمي عليها قلب والكلام دوه واختاروا تاريخ بتاعك وانتو بس مش لازم يبقى الفالنتاين عايزين بقى تحتفلوا بالفالنتاين انتو احرار انا بقول انه لا عيب ولا حرام ولا اي حاجة ولا ما دام حناخده بالفيز باليو بتاعته اللي احنا بنتقرب لاليهة امه ولا احنا بنعبد الاصنام ولا احنا بنقلد مش عارف ايه ولا اي حاجة من الحاجات دي والامور بسيطة وما تستنيش لما تبقي زي هند صابري مش فاكرة اسمعها ايه في الفيلم دوه وهي طلع عايزة واردة ابراهيم عايزة واردة ابراهيم طب ما تبصي لنفسك كده يعني ابراهيم اساسا نفسه مش مفتوح اساسا انو هو باززلي كنتي عاملالي شبر كده وامبوزة فخلص الامور سهلة وبسيطة و اقول لكم بقى اروفوار عشان اروح اشوف حالي ومحتالي ولو قدرت اصور حاجات خلال النهار حب اصور واشارككم يومي كالعادة اشوفكم كما شوف حبيت بس اواريكو ازاي انا بجهز الهدوم اللي هاخدها معايا لاي سفر وبجهزهم بالاطقم انا هنا اخترت بانطالونين جينز وبانطالون فورمل شوية عشان لو خرجنا بالليل او حاجة او رحنا زورنا حد من اصحابنا ولكل بانطالون له بلوستين عادة ما بحبش انا الكالكاعة خالص في السفر يعني لازم تكون البلوزة بكم هو مقفولة ومش محتاجة بقى لبس لها بادي ومش عارف ايه ومعاصم والبتاع اللي بتتحط في السدر دي اللي عاملة ده البابت ده ولا اي حاجة من الحاجات دي حاجة سامبل وبسيطة ومريحة وما تتكسرش ويبقى شكلها كويس مع كل بلوزة فيها الطرحة بتاعتها ولو في طرحة تنفع على بلوستين ما فيش مشاكل لكن لو كده ودي كلها حاجات يعني خفيفة بتتلف على طول بتتبرم واخد جاكتين جاكت جينز عشان الخروجات الكاجول وجاكت يعني سيمي فورمل شوية للخروجات الاحسن شوية ويمكن ابدل بينهم في الشوز في الجزم مش هاخد غير وحدة بس معايا زيادة والتانية حكون لبساها اه وعايز اقول لكم ان فيه طقم من القطقم دي انا حكون مسافرة بي فمش مش حاجة مش حاجة زيادة يعني اه هاخدها فوق دول اه بس نهاي حاجة كده على السريحة حبيت اوريها لكم ويمكن لما يجي اقفل شونط افتكر وازور فيديو كمان لو ما افتكرتش بقى معلش وازال دي كل ما تلاقي حتة حجة متطبقة نعمة وسيرة من الغسيل تروح قاعد عليها اعمل انا ايه كل ما احط غسيل عشان اطبقه حضرتك تعودي عليه وبعدين ده دلوقتي كيس المخد اللي حضرتك قاعد عليه ده نعمل فيه ايه هم كمان 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 كده في العلن اشتركوا في القناة